إحنا طبعا نتمنى أن صوتك يوصل وإحنا كمان نتمنى أنه الحقيقة أنه لغة الإشارة أنا كنت حتى أنا وأحمد بتكلم الصبح في النقطة دي أن أنا من وجهة نظري أنها لازم تكون في المدارس تدرس زيها زي أي لغة تانية ونقدر أن إحنا فعلا نعرف نتعامل مع بعض لأنه هو مجتمع مش صغير وفئة مش صغيرة زي ما إحنا عارفين زي ما نتعلم لغة إنجليزية فرنسية عشان نعرف نتواصل مع بعض لازم كمان نعرف نتواصل مع إخواتنا من ذوي الهمم في بالضبط موبادر أطلقناها طبع وزارة التربية والتعليم كانت اسمها تكلم إشارة الحقيقة كانت ردود الناس على المواقع التواصل الاجتماعي كانت مبهرة جدا بخصوص البنر اللي اسمه اتكلم إشارة البنر ده مكون من 24 كلمة الطبع في رول كبير بلغة الإشارة اتعلق على جميع مدارس مصر مش مدارس الصم علشان يوفر إفاحة وتأسيس للأطفال من صغرهم أن هم يكونوا على وعي وقدرة تما أن فيه جنبهم وحواليهم ناس ممكن يكونوا بيتكلموا بلغة الإشارة ما يستغربوش من ده طبعا بس يمكن جمعنا بتتكلم بفكرة التحول من مجرد مبادرة لماده بتدرس دي حقيقة دي حقيقة إن شاء الله يعني فيه دراسة لده والوزير أعلن عن ده دكتور ريد أحجازي طبعا وزير التربية والتعليم فإحنا كلنا بنأمل فيها إحنا كلنا بنتكلم إن إحنا نفسنا إحنا ممكن ما نكونش متأخرين في دول كتيرة بدأ الموضوع وفي دول كتيرة قوي نفزت حاجات كتيرة قوي بس إحنا خدنا شهود كبير قوي في خلال 3-4 سنين اللي فاتوا عن هوية لغة الإشارة فيعني حتى من أبرز حتى المشاكل اللي ممكن نتكلم عنها موضوع مهم جدا وهو التوعية القانونية للأشخاص السم وضعاف السمع في المجتمع المصري يعني أنا كان في موقف حصل معايا من حوالي مثلا شهر ونص لقيت حد أصم محتجز بسبب إنه هو ارتكب موقف فهو ما يعرفش إنه هو ممكن يدينه قانونيا فلما إبتدينا إن إحنا نحاول نفهم الموضوع يمشي إزاي وإحنا نترجم عرفنا إن شخص الأصم ما كانش يعرف إنه ممكن الحاجة دي تضره فإبتدينا إن إحنا نشوف إحنا إيه ممكن نقترحه فساعتها يعني إحنا تمنينا وأنا بتمنى إن وزارة الداخلية الصفحة الرسمية بتاعتها يكون عليها توعية بلغة الإشارة على سبيل المثال الوزارة الداخلية كل يوم مثلا بتنزل من 30 إلى 40 مثلا بوست البوست ده مثلا بيكون مكتوب فيه إن مثلا تم القبض على مركبة أو تم رصد مركبة بدون لوحات أنا الفيديو ده هو بيتكتب لو اترجم بلغة الإشارة الشخص الأصم بقاعد عارف إن الموقف ده لو هو عمل زيه ده هيديئة يعني هيبقى عليه إدانة قانونية فمنها توعية ومنها الشغل اللي كل الناس ممكن تبقى محتاجاه كنوع من الأمن العام فأنا نفسي إن ده يتنفس حقيقي لإن إحنا عندنا حوالي 75% من الأشخاص الصومة في المجتمع المصري عندهم أمية ومشكلة في الكتابة والكراءة وده بسبب إن قبل 2013 ما كانش فيه اهتمام بالتعليم الجيد فأصبح إن الشخص الأصم كان بيبقى مصيره يا دبلوم صناية يا دبلوم فنية فبعد كده لأ بقى فيه إتاحة بقى الشخص الأصم قادر يدخل كلية بقى قادر إن هو يطلع منه المهندس ويطلع منه الدكتور فخلاص بقى الموضوع إحنا بنتكلم إن ممكن كمان عشر سنين حضرتك تبقى رايح تعمل انتروفيو تلاقي إن الشخص اللي موجود بيعملك الانتروفيو هو شخص أصم دي نقطة موضوع